كييف سيد ميخايلو ساموس هل تعتبر أن هذه الفكرة الأمريكية التي تحاول أن تروجها في البداية تحدثت بعض المصادر العسكرية في الولايات المتحدة عن ضعف في إمكانيات بريطانيا وبريطانيا لم ترد على ذلك هل ترى أن هذه المحاولة الذكية من الولايات المتحدة تصب في صالح كييف في معركتها الحالية؟ كما تعرف أنا من وجهة نظري الشخصية أنها لا تشكل أي مشكلة على الإطلاق لأن الذخائر المقدمة من حلف النيتو بأيار 155 ملي متر هذا ما تنتجه كافة دول حلف النيتو ويحصلون عليها من بعض الدول الأخرى كذلك ليس فقط الدول الأوروبية ولدينا معلومات لأن الولايات المتحدة تحصل على ذخائر من إسرائيل وكوريا الجنوبية وأعتقد أن المشكلة الأساسية ولماذا نحصل على هذه المشكلة؟ لأن لا أحد يمكن أن يعتمد على حرب بهذه الكثافة التي تشنها روسيا وهي تهضحي الحرب العالمية الثانية باستخدام 60 ألف طلقة باليوم وهذا ما تستخدمه القوات الروسية القوات الأوكرانية تستخدم كذلك حجم كبير من الذخائر في قوات المدفعية ولكن نحتاج الكثير والكثير حوالي 10 ألف طلقة في اليوم ويمكن أن يكون لدى حلف النتو هذه القدرات لإنتاج ذخائر جديدة وكميات كبيرة لحل المشكلة في وقت وجيز ترجمة نانسي قنقر